في مستجردات الوضع بفلسطين المحتلة ارتقى تسعة شهداء وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف صهيوني استهدف عددا من المنازل بمخيم البريج وسط القطاع يأتي هذا بعد ساعة فقط من استشهاد ستة فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات في استهداف مباشر لقوة الاحتلال الصهيوني لمئات الأهالي أثناء انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية بمدينة غزة طائرات الاحتلال الصهيوني أغارت كذلك على حي الزيتون وشارع النفاق بغزة مستهدفة منزلين مكتضين بالسكان ارتقى على إثرها عدد من الشهداء جلهم من الأطفال كما نفذت الطائرة الحربية أحزمة نارية وقصفا مدفعيا على مخيمات النصيرات وجباليا ومناطق متفرقة شرق خان يونس وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت قبل ذلك ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني عشر مجازر راح ضحيتها أزيد من ثمانين شهيدا ومائة وخمسة وثلاثون جريحا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة الذي دخل يومه الستين بعد المئة إلى أزيد من واحد وثلاثين ألف شهيدا وما يفوق ثلاثة وسبعين ألف جريح